بالإضافة إلى ذلك أنتم تعلمون أنه في أحداث السيرة النبوية والسنة العطرة النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعدد من الصحابة بالجنة فعندنا على سبيل المثال العشر المبشرين بالجنة عندنا خديجة رضي الله عنها بلاد رضي الله عنه الحسن والحسين عائشة رضي الله عنها فاطمة رضي الله عنها إذن هناك عدد من الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إذن يجب علينا اعتقادا أن نشهد لهم بالجنة طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أضيف إلى ذلك قضية مهمة جدا وهي أننا يجب أن نجزم ونقطع أن الصحابة كلهم دون استثناء أن الصحابة كلهم عدول ما معنى العدالة؟ العدالة التي تعني الصدق والأمانة وتحر الحق التي تعني البعد عن الأمور التي تنقص من قدر الإنسان ماذا تعني العدالة؟ العدالة تعني الصدق والأمانة والديانة العدالة التي تعني البعد عن كل ما ينقص من قدر الإنسان بين الناس وهو ما يسمى بالمرؤة هذه العدالة نثبتها لكل صحابي جملة وتفصيلا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتهم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو ضد العدالة لا في ديانته لا في صدقه لا في أمانته لا في مرؤته لا يجوز بأي حال من الأحوال لماذا؟ لأن الله زكاهم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد زكاهم إذن لا يجوز لنا أن نعارض تزكية الله وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة فهذه أمور الحقيقة في غاية الأهمية ولكن هناك أشياء في الضد الضد لا يجوز سب الصحابة لا تجوز إهانتهم لا يجوز التعرض لهم كما ذكرت قبل قليل لا في ديانتهم ولا صدقهم ولا أمانتهم ولا مرؤتهم وأخلاقهم لا يجوز التعرض لهم بأي سوء كيف نتعرض بالسوء؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن توفي عنهم وهو راض عنهم كيف يتجرأ مسلم أن يخرج من لسانه كلمة يسيء فيها إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً عندما ننظر في التاريخ الإسلامي سنجد أن هناك أحداثاً وقعت بين الصحابة أليس بشراً؟ أليس بشراً؟ أليس بشراً يصيبون ويخطئون؟ أليس بشراً قد يجتهدون فلا يصلون إلى الصواب؟ إذن ينبغي أن يكون عندنا موقف سليم ونقي مما حصل بين الصحابة من الخلافات والنزاعات التي أدت في بعض الأحيان إلى القتال اقتتلوا فيما بينهم رضي الله عنهم لا يجوز لنا أن نخوض في هذه الخلافات بين الصحابة بأي سوء كتب التاريخ تذكر الأحداث وهذا شيء طبيعي حتى يبقى التاريخ متسلسلاً ويعرفه المسلمون كلهم ولكن لا يجوز أن نتجاوز ذلك ونسب أحداً من الصحابة أو طائفة الصحابة التي كانت في ذلك الزمان ونصفهم بصفات لا يجوز أن يوصف بها أي صحابي فالذي حصل بين الصحابة قد حصل بينهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون رزقهم من الأعمال الصالحة ما يكفر به عن ما حصل بينهم من تلك النزاعات بل إن شرف الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرف العظيم قد يكفر الله به عن ما حصل بينهم إذن دورنا نحن أن يبقى الحب راسخاً ولا يتغير بأي حال من الأحوال وإنما يجب علينا أن نتجنب أي كلمة تسيء إليهم ولا نقبل ولا نقبل من أي أحد كائنا من كان أن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يستغل تلك المواقف التي حصلت بين الصحابة في الطعن فيهم هذه في الحقيقة ليست من طريقة أهل السنة والجماعة بل إنها تدل على وجود دخل وفساد في القلب يريد هذا الإنسان أن يصل من خلال الطعن في الصحابة إلى الطعن في الدين نسأل الله العافية والسلام هذه هي منزلة الصحابة رضوان الله عليهم ولكن الصحابة كما تعلمون جيل قرن من قرون هذه الأمة وبعد ذلك يمتد عصر العلماء من علماء التابعين فتابع التابعين وهكذا حتى وصلنا إلى يومنا الحاضر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها العلماء سيبقون ناصرين لدين الله تبارك وتعالى هم الذين أخذوا هذا الدين عن محمد صلى الله عليه وسلم عالما عن عالم عن عالم عن عالم حتى يصلوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء العلماء الراسخون الربانيون المتبعون للكتاب والسنة هم الفرق الناجية والطائفة المنصورة هي التي يجب احترامها وتقديرها وطاعتها وعدم الخروج عن منهجها وسبيلها انظروا إلى التابعين في عهد الصحابة ما كانوا يخالفون الصحابة ولا يخرجون عن هديهم انظروا إلى أتباع التابعين ماذا كانوا يفعلون مع التابعين أيضا لا يخرجون عن هديهم ويطيعونهم ويسمعون لهم ويتعلمون منهم هكذا في طبقات الأمة كلها لها يوجد في منطقة ما عالم من علماء الأمة إلا والناس كلهم يحبونه ويعظمونه ويوقرونه ويسمعون له ما يقول في أمور الشريعة والدين ولا يتعرضون له لا بسب ولا بشتم ولا إيهانة ولا غير ذلك هذا هو الموقف الصحيح لأهل السنة والجماعة مع علماء الأمة احترامهم التعلم منهم طاعتهم محبتهم وعدم مخالفتهم بالهوى عدم مخالفتهم بالجهل عدم اتهامهم بالظن الفاسد وعدم رميهم بالأشياء التي يترفع عنها المسلم العادي فكيف يطعن بها على العلماء الكبار في نفس الوقت العلماء لا يرفعون فوق منزلتهم ولا يدعى لهم العصمة والتقديس ولا يقدم قولهم على القرآن والسنة إن أخطأوا أيضا لا يناقش العالم إلا عالم لا يتعرض للعلماء من هو في درجة أدنى منهم ولا يعرف هذه المسألة بتفاصيلها أو لا يعرف هذا الحكم بأدلته من القرآن والسنة لا يناقش العالم إلا عالم أو من قد بلغ تخصصا عاليا يستطيع من خلاله أن يحيط بالمسألة ويعرف أدلتها وجوانبها والأقوال فيها وما قاله العلماء السابقون فيها هذا في الحقيقة مجمل ما يجب علينا تجاه العلماء من بعد السلف الصالح إلى وقتنا المعاصر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبالتالي الحقيقة نكون قد انتهينا أيضا من هذه الوحدة وتعرفنا فيها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء من بعد الصحابة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه يمكن تقسيمهم إلى فئات من حيث المسميات فهناك أهل بدر والحديبية وهناك العشر المبشرون بالجنة هناك أمهات المؤمنين قراء الصحابة حفاظ الصحابة قادة الصحابة فقهاء الصحابة هناك أيضا آل البيت وأخذنا ما يتعلق بآل البيت أخذنا التعريف وأخذنا كيفية التعامل الشرعي الصحيح معهم ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الصحابة وعرفنا ما تعريف الصحابة وكيف نتعامل تعاملا شرعيا صحيحا اعتقاديا وسلوكيا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك العلماء من بعدهم أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والصلاح والإصلاح وأن يصرف الله تبارك وتعالى عنا كل شر وسوء ومكروه وأن يثبتنا على الحق استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته